هنا يعني حين بحثت عن تفسير اسم اللطيف في كتب العلماء على وجه التحديد وجدت إنهما بيتناولوا من زاويتين زاوية الذات الإلهية وزاوية الأفعال الإلهية إيه الفرق ما بين الاتنين يا مولانا؟ حينما يتداركك الله بانتشال مثلاً من مشكلة بعدما ظننت أن لا حل لها هنا لو يعني هذا التدارك الإلهي لو نظرت إليه أو ممكن نقول هذا اللطف الإلهي لو نظرت إليه تجد يعني ممكن تنظر إليه من ناحية الماضي وتنظر إليه من ناحية الآن من ناحية الماضي علمه تعالى سبحانه بأن فلان ستعرض لمشكلة كذا وستحل وأنه ستتداركه رحمته في الوقت الفلاني وفي الزمن الفلاني وبعد حدوث كذا وكذا وكذا هذا القدر المكتوب بالضبط فدي زاوية أنه هو من العلم في الأزل بهذا الزاوية الثانية حين يحدث هذا مع الإنسان أو يعني يخرج إلى الوجود الإنساني ويتعامل معه ويفك كربته إلى آخره باعتباره علماً للذات العالية قديماً نسميه صفة ذات لأنه قبل أن يوجد هذا الإنسان وقبل أن يقع في المشكلة وقبل أن يخلق وكان هذا في الصورة الموجودة كمعلوم موجودة في العلم وبعدين حين يأتي وقتها يعني وقت اللطف يحدث اللطف وفق العلم وفق الإرادة تماماً لا يختلف ولا يتغير فبعني هذه الصورة موجودة في علم الله ماذا تسميه فيه لطف ولم يفهاش لطف فيها لطف طبعاً يعني واجئ موجود فيها اللطف ومقدر فيها اللطف فهذا لطف ولكنه لطف ينتمي إلى صفة ذات وليس لأنه لم يأتي لهذا المخلوق الذي يتعامل معه هذا اللطف فإذا جاء موعد المخلوق فوجد وحسد وكذا إذن هنا تعامل مع يعني مع الموضع أو محل اللطف وجد يبقى ذا أسميه صفة فعل لأن ذا يعني اشتباك العلم الإلهي مع يعني مع فعل العبد فعشان كده أسميه صفة من صفة أفعال الله مش من أفعال العبد من أفعال الله في العبد ترجمة نانسي قنقر